لما كسب والجهاز الفني ومدير الكورة ومجلس نارة كسبوا بطلتين افريقيا وراء بعض واثنين سوبر افريقي رغم كل ده فيه هجوم شارس جدا من بعض الناس المقصود بالهجوم ده ايه؟ ان يوقعوا الفرقة ولا يوقعوا النادي ولا عاوزين يوقفوا الفرقة عند هذا الحد وكفاية كده بطلات طيب برضو من الحاجات برضو اللي مهمة جدا تبقى في الازهان يعني انت بتشغل في النادي الأهلي هو اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط واكتر نادي بيتكلم الناس عليه واكتر نادي بتقال عليه اخبار واكتر نادي الناس بتبقى متابعي النادي بتشغلها بكل على النادي الأهلي متغطيف وده طبيعي جدا يمكن ان تبقى فيه حاجات على حسب النتائج والمرحلة اوكي بيتم اخبار كتيرة او كلام كتير ده اللي يأثر فيك ولا ده يأثر فيك لما يكون الكلام بحلو قوي عليك نعم ما تنفخش قوي ما تتنفخش قوي لأنها في النهاية في النهاية مرتبطة بتوفير ربنا ونتائج بتتأثروا بالكلام ده؟ إحنا كبشر بشر بس في النهاية ما ياخدش منك قوي لأن شخصتك هتبقى ضعيفة يعني تأود وتعدي شخصتك هتبقى ضعيفة يعني لو أنت تأثرت قوي لدرجة أنها تغير من اتجاهاتك وميولك وأفكارك وقراراتك يبقى أنت أصلا شخصتك ضعيفة ده صعب قوي أنت بموجود في حد القيادي أصلا وعايز أقول بس حاجتين مهمين برضو في فرق بين الإدارة والقيادة يعني ممكن واحد يدير كويس ويعمل برامج كويسة لكن يقود يبقى قائد للمجموعة ده عايزة صفات شخصية معينة فأنت لما هيتكلم فلان على جهاز الأهلي أو المدير الفن الأهلي أو المدير القرف الأهلي أو النادي الأهلي بشكل عام يعني شوفوا الكلام هل هو موزون ولا مش موزون معقول ولا مش معقول والله لو فيه نقد هتستفاد منه أنت أهلا وسهلا تبقى مش صحة لو أنت طبعا طبعا إنما لو حاجة بقى مغرضة شخصية لو حاجة شخصية أو حاجة كده ميول مثلا ميول لحد في نادي تاني أو حد في نادي تاني أو حد في نادي تاني لا ما تقفش عندها كتير النادي الأهلي بطل إفريقيا ورايح يلعب في كاس العالم للأندية هل المعاملة تبقى بالإسلوب ده بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي والاتحاد المصري ما فيش تنصيق بينه مهمة لثلاثة هل أنتم تكلمتم عن الاتحاد المصري كونت القدم اللي هو يعتبر قناة رسمية للاتحاد الإفريقي إحنا بعتنا جهوبات وبعتنا حاجات للاتحاد المصري وبعتنا حاجات للاتحاد الأفريقي لكن اللي أنا شفته في كاسة الأم الأفريقية حتى الاتحاد الأفريقي يصعب عليك أصلا عماريا مصر آه صراحة والله العظيم عماريا مصر يعني اللي بيحصل ده أصلا وشفت الفترة اللي فاتت توفى حوالي 13 واحد غيره أصيبه وتحكيم وحش قوي وملاعب وحش قوي الجو وحش قوي فمعنا ما عرفش ما عرفش ليه الصرار على إقامة البطولة حتى اللي حصل مع منتخب جزر القمر يعني حاجة ما فيهاش أي نوع من العدل الصراحة لو منتخب مش عايز أقوى سمي بس عشان محدش يزعل يعني معين أو آخر حصل معاً اللي حصل في جزر القمر ده ما أعتقدش المعاملة ما كانش هيكمل مستحيل المعاملة أنا بقولك كده جزر القمر بصراحة فرقة اللي ملفت في القصة دي كلها إن الفرقة الصغيرة بدأت تطلع على الفرقة الكبيرة صحيح وده بيقولك إن بدأ الدولة الدولة الأفريقية كلها بدأت تتم بكرة القدم أو بالرياضة بصفة عام وخاصة إن هي كرة القدم صحيح لإن فيه فرق إحنا أول مرة أسمع عنها في أفريقيا صحيح يعني ما نانجيريا تطلع الجزائر تطلع فريق فرق كتير جدا غانا غانا تطلع ده معناها فيه علامات استفاهم كبيرة صحيح نجاح أي حاجة عايزة نجاح بتبقى فكرة وتنفيذ ومتابعة نعم أي نجاح في الدنيا مرتبط بالتلاتة دول واحد بيفكر كويس أوي واحد بينفذ كويس أوي واحد بيتابع الشغل كويس أوي طبعا لو اجتمعوا التلاتة دول في اللي بيدير يعني هات أي بيزنس في الدنيا صح في الدنيا طب إنت هتسفروا كاس العلب الأندية اللعب بتاعت المنتخدم هتعملوا فيها إيه؟ هتتطوحوا مين له يلعب؟ مين له مين؟ مين اللي موجودين؟ هتلعب بالناشئين الصغيرين ولا هتلعب بالفرقة الأساسية ولا هتعمل إيه؟ ما عنديش حاجة أستلد لها ولا أديها فيها قرار يعني أنت ماشي مش عايزة أقول ماشي كده بدون تخطيط يعني لكن هتعمل إيه؟ يعني اللي ممكن اللي في استطاعتك ولا في إيه ديك أني أنت ممكن تعمله فيش حاجة أنت عليك أن تنتظر وبعدين هتشوف الحالة بقى وتتعمل معا الدفع بالشباب في بطولة كأس ربطة الأندية المحترفين أنت شايفي النادي أحدها استفاد منه بنسبة أدية طبعاً الأندية كلها استفادت بس النادي الأهلي بالذات ممكن أنا كنت بأتكلم معاك من فترة كده